مع تصاعد أزمة رئاسة مصر في ليبيا المركزي، تدخل الولايات المتحدة الأمريكية على الخط لاحتواء الموقف حاثة الجهات الفاعلة على العمل من أجل الغصول لحل ينهي هذه الأزمة. الخارجية الأمريكية التي لا تتحدث كثيراً عن الأوضاع في ليبيا، يبدو أن أزمة المركزي حركت دبلوماسيتها التي دعت الجهات الفاعلة الليبية للحفاظ على مصدقية مصر في ليبيا المركزي، والوصول لحل لا يضر بسمعته ومشاركته مع النظام المالي الدولي. تطورات أزمة المصرف المركزي أدت إلى قيام البنوك الأمريكية والدولية بإعادة تقييم علاقاتها مع المصرف الليبي. تقول الخارجية الأمريكية ذلك وتحمل ما سمته الإجراءات الأحدية التي تسببت أيضاً في إيقاف البنوك الأمريكية معاملاتها المالية حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن القيادة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي وفق تعبيرها. وعلى ما يبدو أن الإجراءات الأحدية التي انتهجتها الأطراف المتنازعة هي أحد أهم أسباب هذا التصعيد. الأمر الذي دعى مجلس الأمن قبل أيام للمطالبة بالامتناع عن أي خطوات أحدية داعياً جميع الأطراف إلى التوصل لحل توفقي للأزمة الحالية المتعلقة بمصر في ليبيا المركزي. مواقف دولية ربما ستغير من خارطة اللعبة على الساحة المحلية بالتزامن مع تراجع حدة التصريحات بين رئيسي مجلس النواب عقيل صالح ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذين توافقا بحسب تصريحاتهم الأخيرة على خفض التوتر والتوجه إلى الحوار لمعالجة أزمة المركزي. الإجراءات الأحدية باتت توصيفاً لسبب الأزمة الحالية في البلاد حول مركز المال الليبي وتهدد الاستقرار الاقتصادي والمعيشي والأمني حسب مراقبين واستدعوات دولية لضرورة توجه جميع الأطراف للجلوس إلى طاولة تفضي لوقف التصعيد والذهاب إلى الانتخابات التي طال انتظارها في الشارع الليبي.